هذا وكان غبطة الكاردينال بيرباتيسة باتسابالة بطريارك القدس للاتين قد وجه منذ بداية الحرب رسالة لأبنائه في غزة عبر فيها عن تأثره بما يعيشونه في ظل هذا الخطر الذي يحدق بهم ودعاهم لأن لا يخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدروا أن يقتلوها وقال جميعنا معكم بمعاناتكم وألامكم وأكرسوا كل وقت للصلاة لأجلكم ولدعمكم وكل المسيحيين في العالم هم معكم يصلون من أجلكم ويدعمونكم وختم بالدعاء الله معكم ونحن معكم فكونوا أقوياء وأثق تماما أننا سنصلي معا في غزة بفرح وسلام أبنائي والبناتي الخباء في غزة أرسي لكم هذا الفيديو في هذا الوقت السعبي أمال أن أزوراكم قريب أن رنالتكي ونصلي ونطبادل أخبراتمان مطل كوليسانا أجل ما نتشغل حول ما في المسيحة وأنتمت أن نحن كل من الناس جميعا ولكن أيضا جميعا شرحًا من المتصرف كيف حالك في حيث سعب في هذه الم situations المطلوبة التي تظهر تلك المسات التي تفعلها في وقتها قووو سيارتها مياه وقعت الضويل الذي يتعالي الملك، ولا يتعالي الصلوبة أممكم؛كمكم كم مطلوبة وحيثت في الوحاول وأنا أمضاجه كل عام في التقبل في حتر والمتحرية، على تقلق مع كل المسؤولية يجب أن نعيد هذا الموقع وكتابعك كثيراً وكتابعك كثيراً كما نحصل. نحن دونها. كل الجمعية المعروضة العالمية لا أنت على الأمور العالم تسلعك للعالم وكتابعك. وكتابعنا أيضاً 18 عبدان وستسلطان التي تسلعك فيها وكتابعون لكم وهاهم نحن نعيد. لاتفتر هماتكم وراجعكم الله معكم لحن معكم باستفادة ويأتمنى أننا سأتمنى أننا سأتمنى مجدداً في غزة لحظة ومجدداً ومجدداً باركاكم الله القادر والأكل الشاي الله وليبن واروخ الكودوس أمين